مدام أشركت أهلا بيك ممكن يا دكتور عايزة أسألك بسي أنا عندي أرداف ومهما من رجيم الأرداف مش بتنزل خالصة تمام منطية الأرداف هي اللي زيادة عند حضرتك أيها طيب هل وزن حضرتك مناسب والشكل هو اللي غير متناسق ولا عندنا الوزن زيادة والشكل كمان زيادة لا هو الوزن هو الشكل متناسق الشكل هو اللي مش طيب وزن حضرتك كامل مدام أشركت وزني كويس 80 لكن الأرداف 80 كيلو وسن حضرتك وطولك 25 والطول يا فندم 25 الطول هارك كم سنتي لا تقريبا يعني هارك متوسط طول 160 مسلا ولا أكتر ولا أل أل طيب هل إحنا حاولنا ننقص وزننا عن كده لأنه يعتبر عندنا في زيادة على الأل 10 كيلو ولما نقصنا منطية الأرداف ما استجابتش ولا أنت راضية بالوزن ده خالص ما خدستش خالص منطية الأرداف زي ما هي طيب فيها سئلة ثانية عند حضرتك شكرا تحت أملك أهلا بيك طيب مدام أشركت منطية الأرداف من أكتر الأماكن بتدايق ناس كتيرة وهي بتعمل رجيم خصوصا في السيدات فلازم نبقى عارفين أن علاج منطية الأرداف بيتقسم لكذا جزئية الجزئية الأولى ودي بترجع لأصل العيلة يعني إحنا عندنا بنشتكي من تاريخ خراسي ولا لا معانا اتصال من مدام أشركت اللي كان بتسأل على منطية الأرداف أنها متجمع فيها لدهون ومدياها شكل مش متناصق وكمال عندها زيادة في الوزن وكنا بنقول أن عشان نعالج المنطقة دي إحنا بنعتمد على كذا جزئية أو كذا حاجة أولا العامل الوراسي لأن في بعض العائلات بتبقى مشهورة أن الدهون عندها متجمع في منطية الأرداف فبالتالي لما بنجي نحدد خطة علاجية أو بنجي نحدد برنامج علاجي استجابته بتبقى أقل من الأشخاص اللي معندهمش العامل الوراسي ولكن مش معنى كده أن هي بتتحسنش لا بتتحسن بنسبة كويسة جدا بس بتكون أقل من ناس تانية معندهاش العامل الوراسي دي حاجة الحاجة التانية هي وزنها 80 كيلو حريك وزنك 80 كيلو وطولك 160 تقريبا فإحنا عندنا حوالي 10 أو 12 كيلو دهون زيادة على الأقل أو 12 كيلو زيادة في الوزن وده اللي هيحدد هم دهون ونلقى زي ما كنا قلنا في حلقة سابقة جهاز اليم بادي أو تحليل مكونات الجسم عشان نعرف الزيادة قدية طب فلنفترض أن الزيادة دي عندنا في الدهون فعلا فمعنى كده أن احنا هنكون محتاجين نظام تغذية مناسب للحالة بتاعت حضرتك عشان نمنع دخول دهون جديدة أو نكون متحدين كمية السعرات الحرية اللي دخلة اللي عشان ما تتحولش لدهون عشان ما نزيدش في الوزن ونبتلي نتعامل مع مغزن الدهون اللي موجود عندنا عن طريق حاجتين أولا الرياضة الموضعية أن احنا نشغل العضلات اللي في المنطقة دي منطقة الأرداف بتمرنات موضعية لتقوية العضلات والعضلات تبتلي تنقبض وتنبسط ولو فيها تراهل تبتلي تتشد عن طريق أن حريك ممكن تنامي على الجنب كده ونرفع الرجل لفوق والتحت والقدام والورا عشر عدات من ده ومن ده ثلاث مرات كده كل يوم وممكن نبتلي نشتغل كمان بجلسات نحت الدهون عن طريق التجميد أو الكرايوشيب اللي هو يعتبر ثورة في أجهزة التخصيص الموضعي في مستوى مصر وفي مستوى العالم كله لأنه هو بيوصلنا النتيجة كويسة جدا جدا من نفكة فعليا من 25% إلى 35% من الخلايا الدهونية اللي في المنطقة دي فبتدينا شكل كويس جدا جدا وبتقلل من فرصة عودته عودة المنطقة دي مرة تانية فيبقى رياضة مع جلسات الكرايوشيب أو نحت الدهون بالتجميد مع تنظيم التغذية هتوصلي لوزنه شكل كويس ان شاء الله